بسم الله الرحمن الرحيم شباب وصبايا أصعد الله أوقاتكم جميعا بسم الله وعلى بركة الله نكون كمان حلقة جديدة من مراجعة الفصل الثاني الفصل الأول الحمد لله عملنا مراجعة نالت إعجاب الجميع فضل الله عملنا امتحان من ضمن الامتحان عملنا مراجعة للمادة كاملة يعني بدلاً ما نصير نحط أسئلة الله ولا نحط امتحان نموذجي 25 دائرة خمسة أسئلة بعشرة فروع إلى آخر يحاكي سؤال الوزارة أو شكل الوزارة ومن إثرها أي شيء أي شيء بدنا ياه منروح منخوص جواته ومنطلع المادة ومنحكي عنها إن شاء الله تعالى هنفصل تفصيل شديعا إخواني الله يرضى عليك هذه كل مرة حكيت كلام آخر الحلقة ومش كلكم سمعتم بدي أحكيها المرة أول الحلقة لو سمحت بني بنيتي الله يرضى عليكم لو سمحت دائماً ببدأ بالترتيب أستاذ أبدأ من وين يا بني بالترتيب الله يرضى عليك بالترتيب من فوق وإنزل نزول ما تروح الدورة على الأسلم هب أنك مبارح أول مبارح بديت كنت بالعكس كان بديت بسؤال الغلط وراح لامتحان بسؤال الغلط شفت يعني كلامنا صح فأرجوك دائماً ابدأ بالترتيب دائماً بالدوائر ثم بانتقل بحط للدائرة دائماً من دقيقتين إلى ثلاث طالما أموري ماشي بحل حل توكل على الله حتى لو وصلت أربع دقائق في أسئلة وصلت أربع وخمس دقائق لأنه في مقابله سؤال بأخذ دقيقة وحدة سؤال الرسمة سؤال السرعة والتسارع والمقعر بأخذش وقت فبصير رينجهم دقيقتين ونص دقيقتين لذلك إذا استمر بحلك عادي بس أما أنا بدأت بدائرة مش عارف شو فكرتها وراح الدقيقة ودقيقة ونص وقف لا تستهلك وقت بأعمل عليها إكس برجع لها بعدين وآخر إشي برجع لكل شي أما ما بتنح في بعض الطلاب يقول لي تنحنا تنحت على دقائرة أربع علامات يا بني الله يرضى عليك ما تنح إكس وبرجع أستاذ السؤال اللي طلع هذا الخارجي ضيعت عليه نص ساعة طب ليه ما وأنا مجرد السؤال الحل خمسة دقائق ما انفرزت الفكرة كبه برجع له ما تخاف علي حيضل معي وقت زيادة يعني هذا يمكن ينحذف إذن حذف طبيعي انت ضيعت كل وقت على الشيء لا يسوى الله يرضى عليك ماسوق فكري واعي كل ما أشوي سؤال صعب بحط عليه إكس برجع له والآخر إيش إن شاء الله رح ترجع على إيش بسيط جدا دائما أنا بحكي سؤال ما بتعرفه فيه سؤال لاحق رح يفتح لك أفاق على هذا السؤال أوه هذا الدت برودكس صفر آه بيفتحه على بعض أرجو بكون واعي لو سمحت لعبتك الآن اللف الأخير اللف الأخير انك تجيب علامة عالية في الورقة الثانية برفعه بعض بسم الله بسم الله رحمة العلم عملت لك امتحان للفصل الثاني العلمي خمسة وعشرين دائرة واخدنا حتى الشكل تبع الوزارة نفسه وعملنا لكو بي المهم أول سؤال نكبر لك يا طبعا الورقة موجودة بالكومنتات رح خلي متبت لك يا بالكومنتات موجود الامتحان على اليوتيوب تبعي ويوتيوب تبع وتد إن شاء الله تعالى طيب أول سؤال بتكلم عن دائرة الأولى بده المطلق تكامل محدود للمطلق يلا بسم الله وعلى بركة الله الدائرة الأولى أكيد 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 بدي أعيد التعريف طيب إنسا اللي برا اللي جوه المطلق ساويليها بالصفر صفر معامل الـ x موجب نفس عكس حلو بدنا يامن وين وين نصر بدنا يامن سالب واحد لاثنين سالب واحد إلى اثنين جميل إذا رح أجزأ أنا شو رأيك الثلاثة عشان ما أورط فيها أكاملها بصير طبعا أو بجزأ لا 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 كامل أو خلصني الله يرضى عليك تكامل الثلاث ثلاثة طيب طيب عوض ستة ناقص عوض سالب ثلاثة هاي الأولى ناقص افتح قوس كامل اللي هاي سالب x تربيع على اثنين من وين من سالب واحد إلى صفر جميل زائد ال x تربيع على اثنين من صفر إلى اثنين يلا نعوض التعوض النهائي تسعة ناقص عوض الصفر هاي هتكون صفر ناقص مع الناقص هتكون عندي زائد طيب عوض السالب واحد بصير واحد على اثنين جميل طيب زائد عوض الاثنين اربع على اثنين اثنين او خليها اربع على اثنين ايواء ناقص صفر طيب بصير عندي كم هاي خمسة على اثنين تسعة ناقص خمسة على اثنين مزبوطة اه خمسة على اثنين تساوي على اثنين هاي بصير تمنتاش تلاتاش على اثنين تلاتاش على اثنين اللي تطلع دال مرهقة شوية لكن مو صعبة ويمكن انت اسرع مني في طلاب لا انا بكمل السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني يلا بسم الله اه نرجع هيك السؤال الثاني السؤال الثاني بطلب مني تكامل رقم اثنين تكامل لمين تاني الاكس تان اكس على واحد زائد اثنين كوسين اكس دي اكس اسمع 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 هدع صدق استاذ انا بس اشوفيك سؤال بفكر باللن وانا كمان والله مش تقتل كوسان لا مش لن استاذ انا فكيت التان او فرضت اليو طول بالك طول بالك جابت ما تفك وتفرض ضلت كمان خطوة اذا تسلسل الفكري ببدأ باللن استاذ ما زبط في تحليل لا لا ما في تحليل في عامل مشترك خليها بالك العامل المشترك طلع 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 الحل تكامل وارد في الكتاب ثلاث اربع مرات كوساين عامل مشترك شو بضل معاي الواحد شو يعني عامل مشترك يعني اقسمع كوساين اقسمع كوساين واحد على كوساين سيكنت اكس زائد اثنين تان اكس دي اكس اذا هاي تساوي ارفع لي اياها الواحد على كوساين هاي تعطيني سيكنت اكس تاني سيكنت اكس ايوة هيك طلعت لن مشترك تلك سيكن في تانيا اذا هاي بتصير معاي لن سيكنت اكس زائد اثنين زائد Vi سيكنت اكس زائد اثنين اوين ها بطلا معي ايوة سيكنت اكز زائد اثنين اللي هي من سي الجواب سي اذا الله يرضى عليك في عندك عامل مشترك هذا سلاح ذهبي العامل مشترك خليه معك ابدأ باللين بصد ما صبر حلب بصد ما صبر عامل المشترك بطلع يا صاني اكو صاني وشوف بلا ناسقك ولا ما بناسقك طيب كمان سؤال رقم ثلاث جميل سؤال رقم ثلاث طلب الله سؤال رقم ثلاث دائرة ثلاث تكامل صان ثلاثة اكس على صان ستة اكس دي اكس طبعا بتهور الطالة التهورات ما الها داعية استاذي انا متعود اكتب هاي اتنين اكس بلاش بلاش حاول اتناسق الكبيرة على قدل الصغيرة حاول اتخلي الكبيرة على قدل الصغيرة يعني هاي متطابقة هاي عبارة عن الصين اثنين صين كوسين صين ثلاثة اكس دي اكس اقسم الزوء على اثنين ثلاثة اكس ثلاثة اكس حلو هيك امري طيبة نص برة الواحد على كوسين سي كنت ثلاثة اكس دي اكس وحضرتك بتعرف شو بتسوي بالسي كنت ولناسي السي كنت اللي بنضرب بسي كنت زائتان على سي كنت زائتان طيب اذا هاي بتصير عندي اضرب بي سي كنت ثلاثة اكس زائتان ثلاثة اكس استاذ انا بسوي على السريع انت رائع بس انا لاني بقول لك بحل بالتفصيل بس بالوزارة اذا كان سؤال ده ارحلو على السريع اما اذا سؤال حل ارجوك وارجي انك درفت بسي كنت زائتان على سي كنت زائتان طيب سي كنت ثلاثة اكس زائتان ثلاثة اكس هذا يوسف طبعا هذا حيصير مشتقطه السي كنت في تان هو سي كنت تربيع في ثلاثة بصير عندي واحد على ستة لن سي كنت ثلاثة اكس زائتان ثلاثة اكس كله زائت سي اذا هذا شو بطلع معاي هذا بصير معاي واحد على ستة الواحد على ستة سي كنت زائتان برضو سي هاي سي اتعكد مرة ثانية واحد على ستة مي بالمينة رهيب تعلي على دائرة رقم اربعة برضو بحاول يقيس مهاراتي في المتطابقات دائرة رقم اربعة دائرة اربعة التكامل من صفر الى باي على اثنين كو ساين ثلاثة اكس ساين اكس دي اكس ايوة انا متذكر وانت متذكر واللي حاضر معنا لأول مرة يتعلم او يتذكر اذا كان عندك ساين في كو ساين دائما اجعل الساين بالاول عشان ما يتعفلش المتطابقتين دائما الساين هي بالاول رتب الترتيب واعكس هاي تساوي تكامل من صفر الى باي على اثنين ساين اكس في كو ساين ثلاثة اكس دي اكس اصداد ليه؟ هيختلف معي بالسالب هسا بفهمك ليش المتطابقة تساوي نص خليها بره من صفر الى باي على اثنين ساين زائد ساين كله دي اكس اول مرة بجمع اه هيك الترتيب واحد زائد ثلاث اربع اكس بطرح سالب اثنين اكس عرفت ليش؟ لو انك يغلطت حكيتلي ثلاثة نقص واحد اثنين بيختلف كليا كليا بيختلف طلع السالب بره هذا بساوي واحد على اثنين تكامل الساين سالب كو ساين اربع اكس على اربعة طلع السالب بره تكامل الساين سالب كو ساين اثنين اكس على اثنين كله من صفر الى باي على اثنين تساوي هسا خلينا نعوض بعد اذنك النص يلا نكون بس هيك واعين الباي على اثنين بي اربعة اثنين باي كو ساين واحد سالب ربع سالب ربع ناقص مع الناقص زائد عوض الصفر واحد على اربعة هذا اروح اول جزء تعال الثاني زائد عوض العلوي طبعا بصير عوض العلوي كلي انا جزائد بصير بصير اسمع بعوض العلوي كله ناقص السفلي بس انا اخذت علوي السفلي علوي السفلي تنتين صح باي على اثنين بي اثنين باي كو ساينه سالب واحد على اثنين ناقص السفر واحد على اثنين اذا بطلع معي سالب واحد بهاي عبارة سالب نص سالب نص سالب واحد في نص سالب نص الجواب سالب نص يعني دال دال ممتاز تعلي الى دائرة رقم خمسة بسم الله وعلى بركة الله دائرة خمسة تكامل تكامل من صفر لسالب لن الاثنين لا اي قوة اثنين اكس دي اكس اخوانا هنا بيحاول بس يراجع لي اهداف الوحدة الاي الاي تكامل نفسه طبعا تكامل الاي لازم يكون قصه ما له خطي نفسه على معامل الاس او مشتقة الاس بالشرط ان يكون خطي طيب هذا جاهز تكامله حيكون اي اثنين اكس على اثنين من صفر سالب لن الاثنين تساوي على اثنين اي قوة سالب اثنين لن الاثنين ناقص طيب عود الصفر اي قوة صفر واحد على اثنين طيب شو رأيك ارفع هاي تساوي تساوي عندي اي لا لن اثنين قوة سالب اثنين على اثنين ناقص نص هاي مع هاي راحت هاي عبارة عن كامل ربع نزل ثمن بصير ثمن ناقص النص اضرب باربع اضرب باربع بصير سالب ثلاثة على ثمانية سالب ثلاثة على ثمانية اللي هي الف اي صحيح اذا بس هاي ما تنسى ليها بالله لانه هاي عبارة عن واحد على اربعة في عندك على اثنين بصير واحد على ثمانية واحد المقام بضرب باربع باربع تطلع معي سالب ثلاثة على ثمانية انتظر تعال لي على هاي اول صفحة فضل الله خلصنا تعال لصفحة رقم اثنين سؤال رقم ستة دائرة ستة الدائرة السالسة طلع شو تحاكي تحاكي طبعا الاقترام برضو القسي من شكل الثاني اللي اساسه عدد بس بده شوية تزبيط بالشكل عن طريق الخصاص تكامل من صفر الى واحد لا خمسة اثنين اكس خمسة وعشرين اكس كله زائد واحد دي اكس هذا السؤال اخواننا هذا السؤال رتب المقام هاي تساوي من صفر الى واحد الخمسة وعشرين خمسة تربيعنا خمسة اثنين اكس زائد واحد خمسة اثنين اكس هيك شكرا جزيلا صارت مشتقة المقام والموجودة في البسط الجواب لن شو مشتقة المقام مشتقة المقام ايوه نفسه نفسه طبعا الواحد روح نفسه لن الاساس في مشتقة القس انا عندي كل شيء اذا بس بده اقسم على هاي اذا بطلع معاي واحد على اثنين لن الخمسة ايوه انا ضربت البسط القسمت عليها بصير لن المقام اللي هي خمسة نين اكس زائد واحد كلها تمنوع لوين من صفر الى واحد يلا نعوض عوض بصير عندي واحد على اثنين لن الخمسة افتح قوس عوض الواحد خمسة قوة خمسة وعشرين ستة وعشرين لن الستة وعشرين عوض الواحد خمسة قوة اثنين خمسة عشرين ستة وعشرين ناقص لن عوض الصفر خمسة قوة صفر واحد زائد واحد اثنين ناقص لن الاثنين اش تحكي لي لن الأول ناقص لن الثاني عوض الأولاني عوض الأولاني كل جوا لن انا بعرف اغلاطكم بتخلي لن وصير تعوض جوا لا عوض لن الأول كامل خلصته ناقص لن الثاني كامل كل واحدة لحال طيب هسا بتصير عندي تساوي واحد على اثنين لن خمسة بدور ما بقى لقي الجواب بس انا عندي الطرح عبارة عن قسمه الستة وعشرين على اثنين تلتعش لن هاي لن الثلتعش دور لي على هذا الاشي موجود مش موجود بسيطة بمسك الاثنين وبرر فاقص بصير عندي واحد على اثنين قوة خمسة لن الخمسة وعشرين في عندك في الباصل لن الثلتعش اذا لن الثلتعش على لن الخمسة وعشرين باق 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 هاي باق حلو السؤال تك تك صد كأنه اكبر من حجم دائرة معلش تعلم كل شيء الله ارض عليك حتى مبارح اول مبارح كان عندكم الامتحان في دوار صراحة عملاقة وانت عارض عن ايش بحكي السلية يعني في دوار اخدث معك يمكن صفحة كاملة تعلم كل شيء معلش هاي دائرة قد تكون كبيرة مش تقتها كان بدأ تصبيط اول اشي ومش تقتها موجودة في البسط ضربنا وقسمنا وطلع لن بعدين صار عندي مهارات تحويل الطرح الى لن وثم المعاملات طلعت لك يا الى اسس الروح لدائرة رقم سبعة حلو دائرة سبعة طلع شو بقول لي دائرة سبعة يبين الشكل التالي منحن السرعة المتجهة والزمن هذا الزمن وهي السرعة حلو الجسم يتحرك على محور اكس الفترة الزمينية من صفر لعشرة فاذا علمت ان الاسس الابتدائي الموقع الابتدائي زائد الموقع العاشر عشرين فان الموقع الابتدائي حاضرين جدا حاضرين جدا جدا كمان اول اشي اذا بتتذكر هادي سؤال دائرة كم حكينا هاي هاي سبعة حكينا اول اشي احسب مساحات اذا اعطاك اشكال منتظمة احسب مساحات اول ايريا ايريا المثلت اللي هي نص طول القاعدة اربعة الارتفاع اربعة ستاش على اثنين ثمانية هاي اول واحدة اما بتاخد مثلت مع مستطين او شبه منحرف كامل الاريا الثانية نص مجموعة القاعدتين هاي القاعدة عشرة ناقص اربعة ستة هاي القاعدة عشرة ناقص ستة اربعة في الارتفاع اللي اتقول لي سالب مجم اربعة هذا بيساوي نص هاي عبارة عن اطناعش عفن عشرة عشرة باثنين عشرين رهيب هسا عندي انا اس العشرة الازاحة الازاحة اس العشرة ناقص اس الصفر تساوي ركز انا قلتلك من جوة الامتحان هراجع لك كل شي اذا قل لي مسافة اجمع كل المساحات تمانية وعشرين تمانية وعشرين هاي المسافة الازاحة فوق المحور موجب وتحت المحور سالب اذا بتكلم عن ثمانية ناقص عشرين تساوي سالب اربعة سالب اطناعش اصف سالب اطناعش حلو هاي معادلة المعادلة الثانية خدمني فيها هاي اس الصفر ناق او زائد اس العشرة تساوي عشرين اجمع المعادلتين لما اجمع المعادلتين بتروح هاي معها شو بصر عندي اثنين اس العشرة تساوي ثمانية اذا اس العشرة تساوي ثمانية اثنين اربعة بس هو ما بده اس العشرة هو بده مين بده الموقع الابتدائي اس الصفر اذا هون الاربعة نقل اياه هون ستر ستاش اذا اس الصفر تساوي ستاشر متر الجواب س حلوة مستحدة السؤال مني هذا اذا ما ستذكر لي شغله اذا بدك موقع الابتدائي لازم تروح اساحة اذا طلب موقع ابتدائي بالاشكال بدك اساحة بتحسب مساحات كله فوق المحور اكس موجب وتحت المحور اكس سالب بجمعهم قلياتهم وكله بساوي الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي الموقع النهائي ناقص الابتدائي مجموع المساحات فوق موجب وتحت سالب ثم عادة بعطيني اس العاشرة او اس الواحد منهم بطلب الثاني هالمرة لا لا هاي ولا هاي معطيني وراح معطيني معاذلة مساعدة عملت حذف تعوض وطلعت لك طيب رقم ثمانية رقم ثمانية سؤال في الكتاب بس حوته الى دائرة معلش سامحني حلو السؤال من اسئلة الكتاب سؤال رقم ثمانية ان الحجم الناتج من دوران المنطقة المضللة بده المنطقة المضللة طيب بصد مش معطيني اشي مبالة والله معطيك كل اشي بس بدك دير بالك اولا معادلة الدائرة انت عندك دائرة السنتر تبعها صفر صفر ونص قطرها ثلاثة عشر ار تساوي ثلاثة عشر هاي واحد المعادلة تبعتها اكس سكوير زاد واي سكوير تساوي مية وتسعة وستين هاي معادلة الدائرة واستاذ والمستقيم طالح شو معطيك انا اتناعش اذا هذا المستقيم معادلته يا طويل العمر واي تساوي اتناعش طلع التقاطع عوض للواي لما عوض الواي ما لاتها شكاد باوع هاي تصير عندي اكس سكوير زاد مية واربعة واربعين تساوي مية وتسعة وستين اذا الاكس تربيع تساوي خمسة وعشرين اذا الاكس تساوي يا سالب خمسة يا موجب خمسة اذا هذرة تقاطعاتهم سالب خمسة وموجب خمسة اذا الحجم يساوي باي ما تنسى باي من سالب خمسة الى خمسة الاعلى تربيع الحلو في الدائرة مربع جاهز مش هي اكس سكوير زاد واي سكوير اه اذا مربع جاهز من هنا بقدر اقول لك انه الواي سكوير مية وتسعة وستين ناقص اكس سكوير مربع جاهز مية وتسعة وستين ناقص اكس سكوير ناقص والاقتران الثاني مية واربعة واربعين الهيمينية بس مش مربع اذا اربعه اذا هذا بيساوي باي من سالب خمسة الى خمسة مية وتسعة وستين ناقص مية واربع ربعين خمسة وعشرين ناقص اكس سكوير هذا بيساوي باي في خمسة وعشرين اكس التكعيب على ثلاثة من سالم خمسة الى خمسة يلا هاتا نشوف اول واحدة عوضلي اياها بالله هاي تساوي اه خمسة عشرين بخمسة مية وخمسة وعشرين باي مية وخمسة وعشرين اه ورح عوضها كامل معلش مية وخمسة وعشرين على ثلاثة ايوا ناقص مية وخمسة وعشرين على ثلاثة هاي الاول ناقص تعال نعوه بالثاني السالب خمسة يصير معايا السالب خمسة سالب مية وخمسة وعشرين سالب مية وخمسة وعشرين ايوا ناقص يصير معايا زائد زائد مية وخمسة وعشرين على ثلاثة طيب يعني صفت معايا عزيزي باي معلش طول بالك هاي مع هاي بصير عندي 250 وهاي دخلت السالب صارت سالب 250 على 3 يعني على 3 750 500 ضاي على 3 ايوة الهيسي صح تمام اخوانا رحيب رحيب دائرة رقم 9 يعني انت ملاحظة دوار شوية هيك خلينام شوية عنيفة مش صعبية بس عنيفة يعني بدها شوية بكوة دائرة رقم 9 تحاكي سؤال التعويض طيب دائرة رقم 9 يلا بسم الله بحكيلي اذا علمت ان التكامل من 1 الى 2 اثنين اكس اف الاكس دي اكس كله بساوي ثلاثة لن الاربعة بحكيلي جد التكامل من صفر الى اثنين لا اثنين قوة اكس ايوة اف جدر اثنين اصلا شو هذا شو دخل هاي بهاي طول بلك تعصبش طول بلك تعالى اول شغلة بدي احكيلك يا حكيناها زمان و بنحب نحكيها الآن على هيك كلامنا النهائي ان شاء الله تعالى انه دائما الاف الاف لا تقبل داخلها الا اكس معلش رح امحيها الاف اذا جواها اكس امورها طيبة اذا الاف جواها اكس سكوير اذا الاف جواها ساين اذا الاف جواها غير الاكس جدر الاكس اف جوا حتى لو خمسة اكس كل ياتوا عالسريع نفرض الاف لا تقبل داخلها الا اكس او واي او زد او دبليو رمز واحد من اول من خلقنا واحنا بعلمونا بالصف السابع اف الاكس فلذلك اذا كانت اف جواها مركب لازم افرض واي حاضر خليني ابدأ افرض اول اشي هذا واي يلا اذا اول خطوة انا رح اسويها رح افرض ان الواي تساوي جذر اثنين قوة اكس يلا الربع ربع الواي سكوير تساوي اثنين قوة اكس هنغير الحدود بس اشتاق اول اشي بسر معاي اثنين واي دي واي على دي اكس تساوي نفسه لان الاساس اشتاقت القص اذا من هون اخواننا حنقول انه الدي اكس تساوي انا بدي دي اكس تساوي اثنين واي دي واي كله على اثنين اكس كله على اثنين اكس لن لاثنين صح اه ضرت مزبط مية بالمية لكن اثنين اكس مين هي واي سكوير يعني هاي واي سكوير يعني بصير معي اثنين دي واي هاي واي سكوير مع الواي صارت واي لن اثنين خبيلي اياها بدي اغير الحدود بدي اغير الحدود كانت من ولا وين من صفر لاثنين الحدود كانت من صفر الى اثنين لما كانت من صفر عوض الصفر بالله اثنين قوى صفر واحد ولما كانت اثنين عوض لاثنين بصير اثنين قوى اثنين صح عوض لاثنين اثنين قوى اثنين اربع جدر اثنين اذا صار التكامل من واحد الى اثنين اللي بيخليني اني انا اطمن اني ماشي دغري لازم الحدود الجديدة تطلع نفسها يطلع واحد اثنين لازم يطلع نفس الحدود طيب شو صار معاي تكامل اثنين اكس خليها ما لكش فيها اف فرضته صار اف واي بدل دي اكس بدل دي اكس شو صار معنا بدل دي اكس صار معنا اثنين دي واي اثنين دي واي على واي لن الاثنين لكن الاكس اللي هي واي سكوير صح تكامل من واحد لاثنين الاكس هاي 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 واي سكوير هايها اللي مش متبعها هاي هاي عبارة عن واي سكوير طيب اذا صارت معاي هاي واي سكوير مع الواي بصر عندي واي هون عندي اف الواي وعندي هدول طلع ليهم لبرة اثنين على الان اثنين لا تنسى اثنين على اثنين هي اعداد دي واي هاي 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 هي هاي أستاذ هذا اكس اف اكس وهي واي ما بتفرق اكس واي دابل يو بتفرق المهم انه نفس الاف ونفس الحدود اكس اف الاكس هي نفسها واي اف الواي اذا بطلع معي الجواب اثنين على لن الاثنين ضرب التكامل شو بطلع جوابه ثلاثة لن الاربعة أستاذ مش موجود هيك حل وكم بدو التبسيط شو التبسيط لن الاربعة طلع طلع هاي الحبكة ستة طبعا لن الاربعة عبارة عن مين عبارة عن اثنين لن اثنين ولا لا ما هاي عبارة عن اثنين قص اثنين نزلت الاثنين كله على على لن الاثنين راحت راحت الجواب اثناش يا سلام يا سلام والله ينهام تكتك كثير هذي الدائرة هاي رقم سي حلو 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 دائرة عصرة ضخمة شوية معلش حكينا احنا بالامتحان هذا يعني اكتر مما انه انا بدي امتحنك بدي اتدرب واجمع كل الافكار طبعا احنا بنعرف تماما انه التكامل عليه 100 علامة وانه المتجات 60 وانه الاحتمالات والوحصاء 40 اذا هاي 100 هي نصيب الاسد طلع بالله دائرة رقم 10 حكينا بالزمنات اذا كان عندك اي قوة لن زاد او ناقص او اي هو اي زاد او ناقص دائما شو منسوي نفصل نعزل تفصل ثم نبسط ثم اذا بدك منروح نفرض نعرف بعدين شو نسوي يعني السؤال رقم 10 طلب الله سؤال 10 تكامل انا شايف لك انه في اي جواته ايش لين نفصل على السريع بصير تكامل اي قوة جدر الاكس ضرب اي قوة نص لن الاكس كله دي اكس فصلت اصري فصلتها طبعا شو بتستفيده استاذ كل الاستفادة هذا برفع اس بصير معي تكامل اي جدر الاكس اي لين اكس قوة نص يعني مين كمان جدر دي اكس راحت الاي مع اللين صارتها كامل جدر الاكس اي جدر الاكس دي اكس صارت اوضح طب وهس استاذنا هس صارت تعويض ليه الاي ما بيقبل قصه الا خطي الاي ما بيقبل الا خطي اذا هاي تعويض بكمل معك اذا بتصير معاي اليو تساوي جدر الاكس ربع الطرفين يو سيكوير تساوي اكس اشتق اتنين يو دي يو تساوي دي اكس ارجع هاي صارت معاي تساوي تكامل الجدر يو اي يو طيب ودي اكس اثنين يو دي يو يا سلام هاي عبارة عن اثنين يو سيكوير اي يو دي يو خلص هاي صارت ازاك مرة مرتين والله سؤال دي خلص صد حرام عليك يكون ديره معلش ما لش الله يرضى عليك حكينا بنا نتدرب زيادة انا وياك شو ما يكون يكون حنتنوع كتير من امتحان هو اكثر من امتحان هو عبارة عن براجع مادة كاملة هذا ازاق مرتين واحصن طريقة الجداول متذكر تعا نسويه هون معلش الجداول منوخد الاثنين يو سيكوير اشتق اربعة يو اشتق اربعة اشتق صفر امتاز على قد ما شتقت كامل الاولى اي يو كاملها اي يو كاملها اي يو كاملها الاي يو الاولى مع الثاني موجب سالب موجب بعدين سالب موجب سالب موجب سالب هسه تعال هون تساوي اثنين يو سكوير اي يو ناقص اربعة يو اي يو بعدين زائد الاربعة اي يو زائد سي رجع لي الي يو اللي هي مين هي جدر بصر عندي اثنين اكس اي جدر الاكس ناقص اربعة جدر الاكس اي جدر الاكس ناقص اربعة اي جدر الاكس زائد سي اللي هي اثنين اه جدر الاكس توقع هاي او لأ اربعة ناقص هاي زائد بدي ناقص اه موجب سالب موجب الاخير اه هاي موجب اسم هاي موجب موجب سالب موجب نعم نعم اللي هي هاي كانت صح الاثنين اكس ناقص اربعة زائد مية بالمية اللي هي مين هاي سي صح دي دال دي اثنين اكس ناقص اربعة مية بالمية صح اذا هذا السؤال كان عنده يمكن اربع محاور اول محور افصل اي قوة اي بفصل والاي قوة لين بفصل اي واحد اثنين اذا كان الاي قصه مش خطي بفرض بفرض لازم افرض ثلاث تحولت الى ازاء مرتين استخدمت الجداول اربعة رجعت لك اللي هي مين اليوم تعلي على دائرة رقم 11 دائرة 11 يعني بتسول نفس الطالب انه اش ضخم جدا وتعويض واجزاء ويا استاذ طول بالك لا صراحة دائرة 11 مباشرة لكن بتختبرك هل انت حافظ مطابقات ولا لا خمسة تان الثلاث خمسة تان اثنين اكس على واحد ناقص والله هاي متطابقة التان طلعي الخمسة عامل مش صارك والله هاي خمسة تكامل تان ثلاثة اكس زائد تان اثنين اكس على واحد ناقص تان ثلاثة اكس في تان اثنين اكس طب هاي يا صاحبي ويا بنتي هاي متطابقة تان زائد تان هاي تساوي خمسة تكامل تان اللي هي ثلاثة اكس زائد اثنين اكس دي اكس تتذكر تان الاول زائد تان الثاني على واحد ناقص تاني الاول في تان الثاني هذا يساوي خمسة تكامل التان ساين خمسة اكس كوساين خمسة اكس دي اكس طيب مش طاقة الكوساين سالب بس بدأ سالب خمسة على سالب خمسة بتروح هاي صار عندي سالب لن كوساين خمسة اكس زائد سي سالب لن احيانا بدور عليها ما بلاقيها طلا 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 او هاي هاي صار بالسي خمسة غلط لا امبارح عملها معنا في سؤال متذكره بالفصل اول امبارح طلع معنا على كوساين على تان ما لقين التان كان رافع التان لفوق شو محاوله الى كوتان وكان الجواب الكوتان بدائرة مش على خمسة او ستة اش ازايك نفس الكلام هاي ما لقيتها طلا 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 بمسك السالب وبارفعها بصير كوسان قوى سالب واحد كوسان قوى سالب واحد اللي هي سي كانت سي كانت خمسة اكس زائد سي لن سي كانت خمسة اكس زائد سي اللي هي مين هي؟ سي اللي هي سي نعم جميلة حلو سؤال 12 يحكي سؤال في الكتاب أيضا هو سؤال من الكتاب لكن المطور شوي صغيرة دائرة رقم 12 تحكي لي إذا علمت أن التكامل من صفر إلى لن الأي لمن لا إي أوزع شو رك أوزع واحد على إي إكس اللي هي إي قوة سالب إكس زائد إي قوة إثنين إكس على إي إكس اللي هي إي إكس كله دي إكس كله بساوة قديش ثلاثة على إثنين وكان الإي عدد موجب جد قيمة إي مش تعال كامل هذا تكامل إي قوة سالب إكس سالب واحد زائد إي قوة إكس من صفر إلى لن إلى طيب بنا نعوض هس أخواني حبايب بنا نعوض ونساوي بالثلاثة على اثنين خلي الثلاثة على اثنين مبدئيا شو رأيك يلا نعوض بسم الله الرحمن الرحيم نعوض العلوي ناقص إي سالب لن إي زائد إي لن إي ناقص افتح قوس هيك طجة واحدة سويتها هسا الصفر دخل لي إي قوة صفر واحد سالب واحد إي قوة صفر واحد كله تساوي ثلاث على اثنين طيب هسا هاي مع هاي راحت وهاي ارفع ليها سالب واحد على اي سنونا جتها هي ارفعها بصير لن إي قوة سالب واحد بتروح ما بتروح بصير هاي طيب زائد الاي كله تساوي ثلاث على اثنين بدي أبسط المسألة بدي أضرب كل المعادلة باثنين اي شو بصفي معاي أضرب باثنين اي بالله بتروح الاي مع الاي بصير سالب اثنين اثنين اي بتصير زائد اثنين اي تربيع اثنين اي بتروح الاثنين مع الاثنين ثلاثة اي اذا من هون اخواننا اثنين اي تربيع ناقص ثلاثة اي ناقص اثنين تساوي صفر خلينا نحلل خلينا هون بالله عشان ما اقلبش الصفحة خلينا نحللها شو بصير معاي بتصير معاي اثنين اي افتح قوس اي هسه صارت معاي اثنين اثنين باثنين واحد هاي سالب و هاي موجب اما اي تساوي اثنين او اي تساوي سالب نص سالب نص لا اذن الجواب اثنين لانو حكي لانو اي اكبر من صفر الجواب سي حلوة قوية برضو جيدة تحاكي سؤال في الكتاب هذا سؤال يحاكي سؤال في الكتاب بس تلعبت في ارقام وغيرت ارقامه طيب تعالي لسؤال رقم 13 سؤال 13 سؤال 13 بحكي لي ان المساحة المحصورة بين ساين تربية ومحور اكس بالفترة اول شغل مساوي الاقترانين ببعض ساين تربية على اكس تساوي صفر اذا اكس تساوي يا صفر يا باي بس الباي خارج المجال والصفر اصلا اذا بدي الفترة نفسها الباي برا الفترة والصفر احد الاطراف اذا الاريا رح اخدها من صفر الى اثنين بس بيظل عليه فوق المحور ولا تحت المحور اكيد فوق المحور اعطيني بين الصفر والتسعين خمسة واربعين ساين واحد على جدر اثنين تربية واحد على اثنين اذا صارت معاي الاريا تساوي من صفر الى باي على اثنين لا ساين تربيع الاكس ساين تربيع الاكس دي اكس طبعا هي حاصل طرح الاقترانين ساين تربيع ناقص محور اكس المحور اكس اللي هي واي صفر فان المتطابقات مش اكثر من صفر الى باي على اثنين نص واحد ناقص كوسين اثنين اكس دي اكس تساوي نص اكس ناقص ساين اثنين اكس على اثنين من صفر الى باي على اثنين يلا نعوض نعوض العلوي تساوي البي على اثنين باي على اثنين ناقص باي على اثنين باي صفر ناقص هذه صفر صفر اذا هاي بتطلع معاي باي على اربعة اذا المساحة بتطلع باي على اربعة اي الجواب اي اذا خلصتنا ا染 pe 12 دائرة او 13 دائرة عبارة عن تكاملات الآن رح نيجي للمين للمتجهات برضو المتجهات اشي حلو و لطيف و سريع أسرع اشي هو الاحتمالات أكيد لكن برضو هذا مش اشي يعني صعب المتجهات 14 دائرة 14 شو بتحكي لي تحكي لي إذا كان اليو تساوي 5A1 والفي سالب 1 3A وكان مطلق أو اللي هو طول يو زائد في ساوي 5 جد اي بسيطة أو شي جمع لي إياهم بالله اليو زائد في تساوي اللي هي أربعة فاصلة A زائد ثلاث A زائد ثلاث فاصلة وهون عنديها A زائد واحد A زائد واحد الطول معطينية اللي هو كم الطول معطينية 5 جدر 2 تساوي تحت الجدر تربيع الأول 16 تربيع الثاني A زائد ثلاثة كله تربيع والA زائد واحد كله تربيع ربع الطرفين بالله واروح الجدر شو بصر عندي 25 بـ 52 تساوي 16 زائد ثلاثة كله تربيع الثاني اثنين اي ساد واحد اي سكوير و اي سكوير اثنين اي سكوير ستة و اثنين ثمانية اي حلو شو ضل معاي ضل معاي ستاش و عشرة ستة و عشرين ودي الخمسة و عشرين هناك ناقص خمسين الخمسين ودي عنده الستة و عشرين ناقص اربا و عشرين طيب خلينا اقسم كله على اثنين شو بصفي معاي هي بالله اي تربيع زاد اربع اي ناقص اتناعش تساوي صفر اذا هاي بحللها اي ناقص او زاد ستة في اي ناقص اثنين تساوي صفر اما اي سالب ستة او اي تساوي اثنين لكن راح اخد الاثنين ليش حكيلي حيث ان اي عدد حقيقي موجب يعني الجواب بقى حلوة طيب سؤال خمسةaux اذا كان المستقيم المعادلة متجهة معطي نياهيك والمستقيم الثانية هي وكان المستقيمان متوازيا يتوازى مستقيمان يتوازى مستقيمان اذا توازت المتجهات الموازية يعني اذا توازى الاول مع الثاني فمتجهاتهم يعني انا كل سؤال خمسةعشر بهمني المتجهات اللي جواته مين المتجهات اللي هي سالب أربعة وعندك اثنين وإيه والمتجهة الثاني اللي هو مين هو اللي هو اثنين وبي وخمسة اثنين بي وخمسة طيب شو بده مني هو بده ايه بس ما بده البي حاضر ابدأ ساوي بالله عملية القسمة سالب أربعة على اثنين انسى البي تساوي ايه على خمسة اذا ال ايه تساوي سالب عشرين على اثنين سالب عشرة اذا ايه تطلع معي سالب عشرة ايه تساوي سالب عشرة اللي هي ايه حلو احنا حكينا اذا كانا مستقيمين متوازين فانا متجهاتهم متوازية ومعنى التوازية بتطلع عامل مشتركية القسمة بقسم ال اكس على اكس تساوي ال واي على ال واي تساوي زد على زد وكننا بحافظ على نفس النسبة في التوازي اقسم 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 بيطلع نفس الجواب تمام طيب تعليل سؤال رقم 16 سؤال 16 سؤال 16 اذا كانت الزاوية بين المتجهين تساوي باي على ثلاثة باي على ثلاثة زاوية حادة باي على ثلاثة زاوية حادة اذا احتجت للدوت حيكون موجب الزاوية الحادة دايما اذا كانت ثيتا حادة فان اليو في بالبسط حيكون موجب اذا كانت منفرجة فان اليو دوت في سالب اذا كانت صفر فانها تسعين درجة حتكون الزاوية كلياتها نعم طيب خليني بالله افتح له واحدة لحال سؤال 16 طلب الله 16 16 اذا كانت الزاوية تساوي باي على ثلاثة جد قيم طيب انا عندي قانوننا كوساين الباي على ثلاثة تساوي الدت برو دكت يلا هاي عبارة عن اربعة ايه وهونا عندك صفر وهونا صفر راحة يعني لازم تكون ايه موجبة قولا واحدة الموجبة تعرف لو انا بدي احلل لك اياها لا 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 دال الجواب ليش وصف حبيبي بنتي هذا لازم يكون موجب ما بنفعل يكون موجب سالب زاوية حادة زاوية حادة ما بنفعلها موجب يكون البسط لذلك بيّنت معاي انه دال بس راح حل كمّل معي على على جذر مربع الاول 16 و 24 جذر ايه سكوير زائد واحد حلو نص واحد على اثنين ضرب يصير عندي ثمانية ايه تساوي جذر العشرين في جذر ايه سكوير زائد واحد يلا ربع الطرفين ستين اربع وستين ايه سكوير تساوي عشرين في ايه تربية زائد واحد دخلي يا بالله هاي عشرين وديلي ايه هناك صارت عندي اربع واربعين ايه سكوير تساوي عشرين صحيك اذا الايه سكوير ايه سكوير تساوي عشرين على اربعة واربين على الاربعة في خمسة على الاربعة في احداش جذر الطرفين الايه هتكون جذر الخمسة على احداش اللي هي دال رفضنا اي سالب هي مفروض زاد او ناقص بس رفضنا السالب ليش لانه هي حادة والحادة دائما البسط طبعا وكل موجب سبعطاش دائرة سبعطاش سبعطاش بحكيلي متوازي اضلاع اي بي سي دي لحظة بالله هاي ايه بالترتيب بي سي دي نعم فيه اي بي طلع ترتيب اي بي بي ودي بي دي بي هيك دي بي شو بتعطيني سي اه وكانت كي تقع على اي دي كي تقع على اي دي بحيث ان اي كي طلع 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 بلا اي كي بالنسبة لكي دي ثلاثة على واحد يعني الاي كي اكبر اي كي اكبر الاي كي هي اكبر هاي هاي كي تقع عليه بحيث ان اي كي الى كي دي تساوي ثلاثة على واحد بده الكي دي طب بسيطة اول شي انت احسب الاي دي ولا لا ا او احسب اول اشي الاي دي قاعدة المثلة اللي هون الاي دي تساوي اي بي زائد بي دي تساوي الاي بي بنفس الترتيب بي ايا بي وبدي بي دي بي دي اه بي دي جايب العكس ولا لا ا والله جايب العكس بي دي اذا سالب سي امتاز اذا الاي دي كلها ياتب بي ناقص سي لحظة 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 وانا عندي صار عندي الطول كله معروف طب شو بدك مني انا بدي منك يا صاحبي كي دي الكي دي هاي اللي هي واحد على اربعة تذكر كنا نقول اذا طلب احد الاشزاء حط جزءه على المجموع الكلي اذا هذا بعطيني كي دي تساوي واحد على اربعة لا كليات بي ناقص سي يعني بتكلم عن ربع بي ناقص ربع سي ربع بي ناقص ربع سي انه هي با ربع بي ناقص ربع سي اتفقنا تعلي على دائرة رقم ثمانية عشر سؤال رقم ثمانتاش ثمانتاش بيحكي لي اذا كان مستقيمان متقاطعان فانا بي تساوي حدف الطعويد صح احنا قلنا المتقاطعان حدف الطعويد وتطلع تي واليو اخ تطلع تي واليو طيب وكنت اقول لك دايما لو سمحت داولي على ايش صفر بيساعدني فيش ولا صفر خلاص ابدأ بالترتيب طيب طمانتاش بقول واحد زائد اثنين تي تساوي خمسة ناقص يو خمسة ناقص يو جيب ليه هون اثنين تي زائد يو تساوي اربعة وهذه معادلة رقم واحد تعال معادلة رقم اثنين ثلاثة زائد تي ثلاثة زائد تي تساوي الثلاثة زائد تي تساوي اثنين زائد يو اثنين زائد يو طيب ودي ليه مع الجهة الثانية تي ناقص يو تساوي سالب واحد وهاي معادلة رقم اثنين اش مع المعادلتين بالله اليو مع اليو بتروح بصر عندي ثلاثة تي تساوي ثلاثة اذا تي كم تطلع معاي تي تساوي واحد اذا تي تساوي واحد يعني اثنين ودي ليه يعني واحد يعني اثنين اصف يو تساوي اثنين حلو عرفت التي واليو الآن عرفت لك الحد الأخير أكيد أحساوي الحد الأخير بالأخير يعني شو بالصفة معاي ثلاثة زائد التي كم طلعت عندي واحد واحد في بي تساوي الحد الأخير اثنين واليو اثنين بثلاثة ستة إذن البي تساوي ثمانية نقص ثلاثة خمسة خمسة يعني بتكلم عن سي الجواب سي حلو رهيب طيب سؤال رقم تسعة عشر طيب خلينا نشوف هيك دائرة رقم تسعة عشر يلا بسم الله طالب معطيني متجة اي بي ومعطيني متجة اي سي وطالب مني مساحة مثلث طالب مني مساحة المثلث طيب أنا معاي المثلث اي بي سي وهي الزاوية تيتا وحكينا دائما الزاوية إما طالع طالع أو داخل داخل صح؟ يعني رأس رأس أو ديل ديل معطيني إياهم اثنين طالعين أحسن اي بي اللي هي عبارة عن أربعة تسعة واحد أربعة تسعة واحد ومعطيني الثانية تسعة واحد أربعة تسعة واحد أربعة احسب كوساين وما بدنا نحسب الزاوية كام هنحسب مطابقة أحسب خصوصا طلع الجواب مش معطيني مجال يكون حاسب فبكون يعني صراحة بلاش الصين و كوسان سي اللي بيحسبها صح بس إذا طلع معك بوينتات بدك تروح تحسب كل واحدة تشوف مين تكافئها طالع شو بحكي لك أنا بقول كوساين الثيتا تساوي دوت يلا نعمل الدوت تسعة بأربعة هاي الآن لحسب تسعة بأربعة ستة وثلاثين زائد تسعة بواحد تسعة زائد واحد بأربعة أربعة هذا بساوي تسعة وأربعين على جذر يلا مربع الأول ستة عشر زائد مربع الثاني واحد ثمانين زائد مربع الواحد واحد يعني بنتكلم عن تمانية وتسعين تحت الجذر هاي واحد وتمانين زائد سبعتاش ليست ستة شوية سبعتاش برضو تمانية وتسعين إذا أخواننا هاي عبارة عن جذر بجذر بروح الجذر بطلع نص مين الزاوي اللي كوساينها نص هاي حتكون عندي ستين درجة اللي هي باي على ثلاث إذا من هون الاريا تساوي نص طول الضلع الأول حسبنا جذر الثمانية وتسعين طلع ما تساوي الساقين طول الضلع الثاني حسبنا ثمانية وتسعين في صاينه جذر الثلاث على اثنين صاين الستين هاي مع هاي راحات بصير عندي ثمانية وتسعين ثمانية وتسعين تقسيم أربعة اللي هي ثمانية وتسعين بصير عندي ثمانية وتسعين على اثنين خمسة واربعين تسعة واربعين تسعة واربعين جذر الثلاثة على اثنين تسعة واربعين جذر الثلاثة على اثنين دال تمام اخوالنا متاس يعني هنا عشان نستطيع نطلع الزاوية معروفة مشهورة حلو عشرين وصلنا لا مين وصلنا للاحصاء والاحتمالات اخر خمس دوار بسم الله الرحمن الرحيم عشرين اذا كان اكس يتوزع جيومترك باحتمال بي مش معطيني البي وكان الاكس بكتد اعرفت البي انا انا بعرف انه الاكس بكتد تساوي واحد على بي اذا البي تساوي واحد على الاكس بكتد التوقع اذا البي تساوي واحد على عشرة اي اول شغلة فان اه علمت قاعدة سميتها انا قاعدة ذهبية الله يرضى عليك اذكرك فيها قلتلك انا بصدد اليوم اذكرك في كل شيء قلتلك اذا كان بي اكس اكبر من اي اولا لازم يكون جيومترك ثانيا اكبر ثالثا لا يوجد مساواة بهاي الحالة تعطيني واحد ناقص بي قوة اي تذكرها تساوي طيب انا طالب مني طالب مني اثنين طلع علي طالب مني الاثنين هاي هاي خط الاعداد اثنين ثلاث اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مين طالب مني طالب مني الاثنين عليها صح والثلاث والاربع والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة بدو شها طالما بدك الاثنين ارجع واحدة قبليها اذا باخد بي اكس اكبر من واحد اللي بدك إياه ارجع قبله بوحدة أنا بدي الاثنين ارجع قبله بدي الثلاث ارجع قبله بوحدة ناقص وصل ليش ناقص؟ لأنه لما أخت أكبر من واحد هاي دخلت 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 والتسعة دخلت إذن أريد أن أشيرهم هذو ل�� إذن ناقص بي أكس أكبر من ثمانية اللي فوق الثمانية ما بديه شوفه حلاغا طلعت معاي واحد ناقص بي 1 ناقص بي كله قوة واحد واحد ناقص بي قوة ثمانية يعني هون ما يصير معاي تسع على عشرة ناقص تسع على عشرة كله أس ثمانية إذن تسع على عشرة اللي هي تسع بالعشرة ناقص تسع بالعشرة قوة ثمانية الجواب باء باء نعم حلم سؤال واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين شو بحكي لي اذا كان احتمال نجاح عملية ستة بالعشرة الى الان انا مش عارف هاي ذات الحدين ولا هندسة الى الان الاحتمال بي ستة بالعشرة الى الان بي تساوي ستة بالعشرة واجر للطبيب خمسة عمليات انتهى الموضوع ذات الحدين اكس تتوزع ذات الحدين باينوميال خمسة فاصلة ستة بالعشرة ما احتمال عدم نجاح عمليتين بالله عليك انك يدير بالك بالله عليك حاولت اصيدك وانا احتمال النجاح وانا طلبت عدم نجاح عمليتين كم واحدة اجرى خمسة ثنتين ما نجحوش اذا بده بي اكس تساوي ثلاث لا صدعي دي صدعي اذا كان احتمال نجاح عملي ستة بالعشرة ما احتمال عدم نجاح طب انا كم واحدة اجريت خمسة اتنين ما نجحوا كم واحدة نجحوا ثلاثة طريقة ثانية حول البي الى اربعة بالعشرة واحسب التنتين اذا بدك يتضلك على عدم النجاح اعطيني عدم النجاح عدم النجاح اربعة بالعشرة او خلص احسب النجاح ثم اعطيني المتمنة طيب اذا هنا بده الثلاثة يعني قانوننا خمسة ثلاث ستة بالعشرة ثلاث اربعة بالعشرة واح نقص به خمسة نقص ثلاث اتنين بتساوي حاسب او 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 افتح قوس خمسة نسي ار ثلاث طبعا اللي بده اتعلم هاي انا هعمل لك عليها يعني لحال هايك حصة مصورة صغيرة ثلاث دقاق باليوتيوب عندي هعمل لك عليها هاي هاي ذات الحدين لحالها واذا طلع ارور كيف تتعامل معها تشوفها بالله ضرب بوينت ستة اوس ثلاث قوس بوينت اربعة اوس اثنين بطلع الجواب بوينت ثلاثة اربعة خمسة ستة بوينت ثلاثة اربعة خمسة بقى ايها تمام اخونا رهيب طيب اطلع لي على دائرة رقم اثنين وعشرين اثنين وعشرين دائرة رقم اثنين وعشرين اذا كان اكس يتوزع باينوميا مش معطيني بي مش معطيني بي طيب وكان احتمال بي اكس اكبر بحضرين خلينا اوش نطلع لك بي انت معطيني مين بي اكس اكبر او يساوي واحد صح بي اكس اكبر او يساوي واحد واحد ناقص بي اكس يساوي صفر يعني واحد ناقص بي اكس تساوي صفر تساوي تسعين ثمانية وتسعين على مية وخمسة عنده مية وخمسة وعشرين حلو طيب اذا جيب هاي هون وجيب هاي مكانة بي اكس تساوي صفر تساوي المية وخمسة وعشرين تعطيني سابعة وعشرين على مية وخمسة وعشرين احسب هاي بالله كم عطيني ان انما عطيني احصر ثلاثة صفر بي صفر واحد ناقص بي قوة تساوي سبعة وعشرين على مية وخمسة وعشرين طبعا هاي بتروح هاي بتروح خد جدر الثارة للطرفين واحد ناقص بي تساوي ثلاثة على خمسة اذا البي تساوي اثنين على خمسة بي انت البي طب شو بده مني بده الexpected التوقع الexpected تساوي ان بي ان بي يعني اثنين على خمسة ان والان كم ما عطي هاي بي والان الان ما عطينا يا ثلاثة اذا بطلع معاي ستة على خمسة ستة على خمسة سي حيات سي منتص رهيب اذا كانت فكرة انه مش ما عطيني البي اخواننا طيب خلينا نشوف دائرة رقم 23 بدنا توقف شوي هنا عند دائرة 23 استاذان انا عندي حيرة وانا بعرف ان شو حيرة استاذي انا استعمل القاعدة التجربية ولا الجدول في الامتحان وهذا السؤال بريدن كثير منكم استاذ قاعدة تجربية ولا اسم علي هذا السؤال يصلح على القاعدة التجربية ويصلح على الجدول والجدول هو الادق طيب شو carriesو في الامتحان عند هذا السؤال اذا ما أعطاك يعني ما تروح تدور على الأسل اللي وراها بديها على الجدول بيكون مرفق جدول إله ما أعطاك خلاص واضح أنه على القاعدة التجربية طيب ما أعطيني أنه X تتوزع normal الوسط الحسابي تساوي 5 التباين تساوي 9% يعني الانحراف المعياري 0.3 القاعدة التجربية 3 طلب اللي عليك القاعدة التجربية الوسط الحسابي ما أعطيني إياه 5 صح الآن تذكر بدنا نصير نزيد Sigma زيد Sigma بصير 5.3 الكبير لوين بده إياه هو 6 لسه زيد كمان Sigma نقص بالله Sigma هون كمان نقص 3 بصير 4.7 لسه لسه زيد كمان Sigma 5.6 4.4 ممتاز هاي تشكل 34% هاي 34% هاي 13.5 وهاي 13.5 توقع أنه بطلع الجواب اللي هي 95% أشب بالله اللي هي 34 ضرب 2 تساوي زائد 27 نعم 95 بطلع الجواب باء هلا لو جيت حسبت على الجداول حيطلع معاك 95% 4 4 و 2 يعني صح بس اللهم دقته أعلى فإذا ما أعطاني جدول معناته استخدم القاعدة التجربية ممتاز طيب سؤال 24 هو سؤال بالكتاب سؤال 24 من أسرة الكتاب بس أخدت منه فرع واحد عملته دائرة مستعيناً بالشكل التالي معطيني شكل 20 ناقص بي و 20 زائد A وهون 20 وسط حسابي بحكي لي إذا كان 24 إذا كان X يتوزع normal الوسط الحسابي ميو تساوي 20 والسيجما سيكوير السيجما سيكوير 25 إذن السيجما 5 حلو بحكي لي إذا علمت أنه اسمع اسمع أول شيء معطيني المنطقة الوسطية 20 ناقص بي وكذا هاي المنطقة هل قد مساحتها وأن الأقل من 20 ناقص بي هاي عبارة عن ثلث هاي بيقول لي فإن مساحة المنطقة الصفرة إخواننا أول إشي بدي أحكي أنا وإياك إنه مجموع المساحات كله بساوي واحد لو سميتها Area 1 Area 1 زاد Area 2 أنا معطيك إياها هي 67 72 Area 2 67 كان 72 Area 3 كله كان بساوي لي الجواب واحد طب شو معطيني معطيني إنه Area 1 هي عبارة عن ثلث Area هاي ثلث هاي إذن واحد على ثلاثة Area 3 زاد Area 3 تساوي الواحد ناقصها ثمانية التسعة اثنين التسعة اثنين التسعة ثلاثة نعم هلأ هاي عبارة عن أربعة على ثلاثة Area 3 تساوي point ثلاثة اثنين اثنين ثمانية إذن Area 3 تساوي اللي هي هتكون عندي point ثلاثة ثنين ثنين ثمانية point ثلاثة ثنين ثنين ثمانية ضرب بدأ أقلب هاي ضرب ثلاثة تساوي point تسعة ستة ثمانية أربعة كلها على أربعة تقسيم أربعة تساوي point ثنين أربعة ثنين واحد إذن بيّنت معاي Area 1 ولا لا لأنه Area 1 تساوي ثلث صميقة لك Area 1 اللي ملوّنة هاي 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 ملوّنة تساوي ثلث point اثنين أربعة ثنين واحد إذن هاي ضرب ثلث واحد تقسيم ثلاثة تساوي point أو ثمانية سبعة ثمانية وسبعة اللي هي مين لا مش هاي هاي ألف بطلع الجواب ألف نعم آخر سؤال إخواننا على الدوائر آخر سؤال فضل الله على الدوائر هيك بكوننا كشنا مادة كاملة عبر الدوائر طلب الله خمسة وعشرين بحكيني إذا كان X يتوزع normal معطيني الوسط الوسط معطيني ميو ومعطيني السيجما أيضا ميو مين قال لك هاي التباين ميو سيكوير إذن الانحراف ميو وكانت القيمة المعيارية المقابلة للواحد هي اثنين ما احنا منعرف انه Z تساوي X ناقص ميو على سيجما معطيني قيمة Z كم معطيني اثنين والX واحد والميو ميو وهاي ميو ضرب التبادل اثنين ميو تساوي واحد ناقص ميو نقل إياها ثلاث ميو تساوي واحد إذن الميو تساوي واحد على ثلاث بده ميو واحد على ثلاث الجواب باء إذن هاي باء تمام طيب إخواني خلينا نبدأ بالشقة الثانية اللي هي مسائل الحل الأسئلة خلصنا الأسئلة الدوار الآن الأسئلة الحل اللي هي تشكل أيضا مية علامة وبدونا دائما بالتكاملات يعني جد طرق التكامل طيب بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الثاني الفرع الأولاني إذا كان عندك مثلث على مثلث إسعى على ما يلي أولا طبعا أنا أكيد حفرض أكيد أكيد حفرض بس خلي دائما المقام جنس واحد يا كله صين بالتلاعب بالمطابقات بس الحمد لله الآن كله صين خلاص افرض على السريع Y تساوي صين X DX تساوي DY على كوسين X وصير معي التكامل لا كوسين X R اثنين Y ناقص أربعة على Y تربيع زائد أربعة في Y زائد اثنين في DY على كوسين X تحولت إلى كسور جزئية النوع الثالث اللي ما بتحلل مميز وسالب هذا مميز وسالب بس تأكد بدأ قسمة طويلة لا لا هذا أص واحد هذا أص الثلاث ما بدأ قسمة طويلة طلع بالله اثنين Y ناقص أربعة على Y تربيع زائد الأربعة في Y زائد اثنين تساوي اللي ما بتحلل هاخدله A مش X A Y زائد B كله على Y تربيع زائد أربعة C على Y زائد اثنين من الآن اخواني من الآن هاي لازم تتصفر لازم تتصفر ولا بتدخل على مادة مش مادتي ولا مادة تكيم مش بالعلم انه لازم تتصفر بالتوجيه لازم تتصفر لأنه اخواننا اذا ما تصفر راح تروح لاشي اسمه tan inverse وانا ما بعرف ولا انت بتعرف هذا بالكالكول اسوان ان شاء الله في عالم المهم خليلي يابلك انه البي بتصفر كامل معي واحد المقامات 2Y ناقص اربعة 2Y ناقص اربعة تساوي بضرب ضرب التبادل Y زائد اثنين A Y زائد B في Y زائد اثنين زائد وهون اذا اضرب C Y تربيع زائد اربعة Y تربيع زائد اربعة كله في C خلينا اشوف ايشي بصفر بالله ما في الا السالب اثنين هذا لا يحل اذا كان Y تساوي سالب اثنين منها سالب اربعة سالب ثمانية هذا كله بروح هاي ثمانية C يعني C تساوي سالب واحد الان خلصت كل القيم اللي بتصفر الان بدي قيم افتراضية القيم الافتراضية اللي هي اذا كان مثلا Y تساوي صفر اذا Y تساوي صفر سالب اربعة تساوي هاي صفر B وهاي صفر اثنين B طيب وهاي صفر C سالب اربعة اوه شايف كيف C تساوي صفر انه عفوا B تساوي صفر كنا متوقعين هذا الكلام عشان نعرف الكامل لازم صفر هاي طيب اخر وحدة اذا كان Y تساوي واحد اذا Y تساوي واحد اذا Y بيساوي واحد منها عوض والله سالب اثنين واحد يعني هاي عبارة عن A في واحد زائد B اللي هي A في واحد نعم وهون واحد ثلاثة وهون واحد وصير خمسة ناقص خمسة C ناقص خمسة عفوا والC عوض ثمانة اه اللي هي واحد خمسة ناقص خمسة وديلي هناك اذا A تساوي واحد اذا على اثر كل هذا الكلام يصير عندي تكاملات ما يري تكامل الاولاني A Y اللي حكينا واحد Y على Y سكوير زائد واحد ولا زائد دي واي والثاني اللي هي السي السي كم طلعت معاي سالب واحد على السي سالب واحد على Y زائد اثنين دي واي الجواب تساوي معاي هاي مشتقتها اثنين اذا مصير عندي نص لل Y سكوير لو ما حطيت مطلق صح ولا لا لانو ال Y سكوير دائما موجب وهاي حتكون عندي سالب نص Y زائد اثنين كله زائد سي واخر اشي برجع Y دير بالك ترجيعة وي عليها علامة او علامتين نعم طيب هاي عشر علامة طلع علي كمان اللي وراه الورا في اشي حلو طلب الله اللي وراه التكامل الثاني بدي اوزع اذا كان تذكر الملاحظة اذا كان البسط البسط عبارة عن جمع او طرح جنسين مختلفين كتير حدود ومثلثي افصل على السريع لانه ما بتكامل لحاله طلع شو بصير معان بصير معاي تكامل X Cosine تربيع X زائد تسعة Tan X Cosine تربيع X كله دي X يعني صراحة حلو هذا السؤال قلبتلك مع الزاء مع طاويد تكامل الزبطلي هاي هاي تصير عندي تكامل X Secant تربيع X DX زائد تسعة تكامل تاني X ارفع هاي بصير عندي Secant تربيع X كله DX هذا أزاء وهذا طاويد ماشي خلينا خلص لك اول اش الأزاء الأزاء U تساوي X والDU DX والDV Secant تربيع X DX والV تان X DX زائد سين خلي زائد سين للآخر إخواني الله أرضى عليك في الامتحان معلش عشاني اكتب القانون بس اكتب القانون عشاني باجي باكتب له القانون U V ناقص تكامل V DU يعني بتصير معاي هاي بهاي X تان الـ X ناقص تكامل هاي بهاي تكامل التان سالب مع السالب لن كوساين الـ X لسه ضلت عليهاي هاي بدي أفرضها زائد تسعة تكامل بدي أفرض مين بدي أفرض اليو تساوي التان إذن بصير عندي U اللي هي التان صح أعملها هون بالله U تساوي تان X D X تساوي DU على سيكن تربيع الـ X اللي هي التسعة التان حكينا وان هون عفوا تان سيكن تربيع الـ X في DU على سيكن تربيع الـ X إذن هاي تساوي X تان X لن كوسين X زائد تسعة U تربيع على اثنين زائد سيو واخر الشيء براجع له U تمام أخواننا هاي تكاملين لطفين بسيطين طيب خلينا ننتقل بعد ذلك إلى فرع B شوف يعني ممكن كانوا شوي أسرع هدولا من الدوائر B بدوا مساحة B بدوا مساحة والمساحة بدنا نكون دقيقين بالحسابات ومعك الألة حاسبة وأنا معي الألة حاسبة احسب المساحة المحصورة بين منحنة F والعامودي أنا حولته من سؤال بالكتاب سؤال بالكتاب احسب المساحة المحصورة بين F والمماص اللي أنا خليته العامودي اسمع أول اشي خلينا نجد معادلة العامودي X1 1 Y1 تساوي 1 زائد 2 3 ناقص 3 0 X1 1 2 3 0 الميل في برايم X تساوي 2 X ناقص 3 إذن ميل المماص تساوي اللي هي سالب 1 إذن ميل العامودي تساوي 1 إذن المعادلة Y ناقص 0 تساوي 1 X ناقص 1 إذن Y تساوي X ناقص 1 هاي معادلة مين هاي العامودي أصبح هذا هو الإقتران الثاني خلاص بدي المساحة بين هذول الاثنين المحترمين طلع التقاطع بينهم التقاطع اللي هي X تربيع ناقص 3 X زائد 2 ساوي X ناقص 1 منها X تربيع تساوي هاي ودي لي هناك ناقص 4 X وهاي ودي لي هناك زائد 3 تساوي صفر حلل X ناقص 3 X ناقص 1 تساوي صفر إذن X تساوي 1 3 9 1 3 3 3 خط الأعداد هاي واحد وهي ثلاث بدنا نشوف من الأعلى ومن الأسفل خد نقطة اختبار 2 عوض ليها مرة بالعامودي أو عوض ليها مرة بالإف اللي بعطي صورة أكبر هو الأعلى والثاني هو الأسفل عشان ما يطلع المساحة سالبة ما في مساحة سالبة خلينا نعوض الرقم 2 في العامودي الاثنين 2 ناقص 1 1 وخلينا نعوض الاثنين في الاقتران 4 و2 6 ناقص 6 0 إذن من الأعلى العامودي إذن الاريا تساوي التكامل من 1 إلى 3 العامودي اللي حكينا X العامودي X ناقص 1 ناقص الاقتران من الاقتران اللي هي X تربيع ناقص 3X زائد 2 هي X تساوي خلينا دخل السالب بالله بصير سالب X تكعيب على 3 هاي الأولى دخل السالب موجب 3 1 4 4X تربيع يعني 2X تربيع دخل السالب سالب 2 وسالب 1 سالب 3X من ولا وين من 1 إلى 3 وبتعوض انا معوض لك يا عشان بالله ما أعيد ما أظن أحسبها خليني هيكا أشوف أتوقع أني حسب ها جاهزة مناشن ضيع وقت آه بطلع الجواب 10 على 3 نعم تمام أخوانا ممتاز نيجي لسؤال رقم 3 سؤال 3 بدو جدل حجم الناتج بسؤال بسيط لطيف هذا بقول لي جدل حجم الناتج من دوران المنطقة المحصورة حول إكس للمنحناني الكريم لا هذا مساعد هذا الفرع هذا الفرع صراحة مساعدة سوي لي أن في بعض بالله إكس تربيع تساوي جدل الإكس ربع الطرفين نربع إكس قوة أربعة تساوي إكس ودي إكس أربعة ناقص إكس صفر طلع الإكس عام المشترك إكس تكعيد ناقص واحد تساوي صفر إذن الإكس تساوي يا صفر يا واحد الآن ما صدال عليه أعرف من الأعلى ومن الأسفل لاحظة شوية هاي صفر وهاي واحد أعطيني نقطة اختبار ربع إش معنى ربع بدي شي إله جذر طيب الاف الاف الربع واحد على ستاش والج الج للربع نص إذن مين أكبر الج إذن صارت عندي الحجم يساوي باي التكامل من صفر إلى واحد مربع الج مربع الجذر إكس ناقص مربع هاي إكس قوة أربعة كله دي إكس هذا بيساوي لي باي إفتع خوص إكس تربية على ثنين ناقص إكس خمسة على خمسة كله من صفر إلى واحد إذن باي واحد على ثنين ناقص واحد على خمسة يعني بتصفي معاي أضرب هنا خمسة وأضرب هنا ثنين بطلع ثلاثة على خمسة باي فليهيك ثلاثة على خمسة باي وخلينا أمحي هاي باي نعم ثلاثة على خمسة باي تمام إخواننا لطيفة بيجي سؤال با بحكي لي حل المعادلة التفاضلية التالية حل المعادلة التفاضلية بس افصل الإكسات مع دي إكس وافصل الوايات مع دي واي بشرط إنه الدي إكس والدي واي وين دائما الموجودين في البسط وما عليهم أسس ما تقول لي ربع الدي إكس ما بتربع إذا عليه جهد ربع أما هو وما بتربع طيب خلينا شو ببالله يشوف عندك قصص فرعبة في عندي دي واي على دي إكس دي واي على دي إكس تسايف عوامل دي عوامل صح هايوهاي بدأطلع لك عامل مشترك او هايوهاي اللي بيعجبك خليني ببالله يأطلع من هايوهاي عامل مشترك شو بصير معاي بصير معاي كو ساين كو ساين تربيع الإكس كوتان 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 تربيع الاكس زائد طلع لي من هاي وهي عامل مشترك بصير معاي كوتان تربيع الواي افتح قوس طلعت من هاي وهي صارت واحد زائد واحد زائد كوتان تربيع الاكس كلها ياتوا فيه كمان زائد واحد دي واي كله لعبة عامل مشترك دي اكس تساوي الواحد زائد كوتان تربيع كوسي كان تربيع بصر عندي كو ثان تربيع ال-Y كو سيكن تربيع ال-X والكو ساين الكو ثان تربيع زائد واحد زائد كو سيكن أيضا تربيع ال-X طلع كمان عامل مشترك والله قوية هاي ثلاث مرات مرة مرتين وهي ثلاثة dy على dx تساوي كو سيكن تربيع ال-X واحد زائد كو ثان تربيع ال-Y الواحد زائد كو ثان تربيع ال-Y كو سيكن تربيع ال-X كو سيكن تربيع ال-Y هسا منحكي نفصل dy على كو سيكن تربيع ال-Y كو سيكن تربيع ال-X dx كامل حلو هاي ارفع لي اياها شو بصر عندي تكامل ساين تربيع ال-Y dy تساوي وهاي الكو سيكن تربيع خلاص معروفة صح كوتان او سالب كوتان هاي تعطيني خلاص خلينا عنده سالب كوتان ال-X زائد C هاي متطابقة نص واحد زائد كو سين اثنين وي دي وي لسا ما كملتها تساوي سالب كوتان ال-X زائد C يعني اخر مآخره نص وي ساين اثنين وي على اثنين سالب كوتان ال-X حلوة يعني لو اعطاني كمان نقطة اضافية كان طلعت قيمة C عشان بسموها الحل الخاص هذا الحل العام تمام تمام اخواني هذا السؤال بشبه سؤال ال-2005 جد قيمة أم التي تجعل الثلاث نقاط على استقامة واحدة بس انا ما نسخته نفسه جبت سؤال من الكتاب عدلت عليه عشان احط نفس الهدف حلو السؤال صعب لا بس حلو طلب الله بحكيني الشكل التالي خلينا ارسومه بعد اذنك بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشكل هاي اي وهاي او وهاي بي طبعا هنا حيكون عندي استقامة واحدة يا بيك جاي هاي او وهاي اف وهاي ان اي يلا خلينا اطول معلومات بالله شو بيحكي لي اول شي او بي او بي هذا هذا كله ياته ال او بي يساوي ام بي هاي واحد حيث ام عدد حقيقي وال او ا ا هذا ا فرغ فرغ المعلومات اول بول وكانت دي تقع على او بي دي تقع على او بي هاي دي بحيث انه اه على او بي والنقطة اي منتصف هاي منتصف منتصف مين منتصف اي بي هاي يعني هاي قد هاي شو رك اطلعها تقدر طبعا ما اقدر قاعدة المثلث طلب الله اي بي تساوي او زائد او بي الا او هيك الا او سالب اي والاو بي هذا الاو بي زائد ام بي هاي عرفتها اذا كل واحدة نصف منها هاي وهاي منتصفين بس بالنص اذا هاي عبارة عن نص او سالب نص ا زائد ام على اثنين بي وهاي كذلك نفس الشي سالب نص ا زائد ام على اثنين بي حلو الكلام كمل وان ال او اف معطيني او اف الله يخلف عليه هاي او اف ال او اف معطينيها تساوي اثنين على خمسة ا زائد بي بحكيلي اذا كانت ال او وال اف وال اي على استقامة واحدة جد ام تذكر كيف شعن على استقامة واحدة على استقامة واحدة انا بكون متجهين شكرا بي اي ال او بي ايها ال او بي ام بي ام بي وال بي طلعت انا ال بي ال بي هاي بالعكس صح اه بس اضربها بسالب نص اي نص اي ناقص ام على اثنين اه ضربت السالب ام على اثنين بي لطيف هسا خليليها بس ركتبها اكتر من هيك ال او اي خلي ال بي لحال وال اي لحال نص الاي زائد ام على اثنين ناقص ام تعطيني ام على اثنين بي طيب هذا يوازي مين هذا يوازي ال او اف ال او اف مين هو ال او اف اللي هي عبارة عن اثنين على خمسة اي بده وزم علش واثنين على خمسة بي اثنين على خمسة بي بما انهم متوازين حستعمل اسلوب القسمة هاي على هاي اللي هي نص على اثنين على خمسة تساوي ام على اثنين على 2 على 5 طيب بس اقلب بالله نص ضرب 5 على 2 M على 2 ضرب 5 على 2 5 على 2 مع 5 على 2 وال2 مع 2 بتروح إذن M تساوي 1 في سؤال 2005 طلعت M تساوي 2 مصعبة اشتغل عادي زي التوازي طلع المتجه الأول طلع المتجه الثاني إما بتستخدم أسلوب T اللي هي العامل المشترك أو أسلوب القسمة اقسم معامل أي عامل أي عامل أي ومعامل بي عامل ومساوي في بعض هم متوازين ولا لا هو مقر ومعترف أنهما متوازين السؤال الرابع فرع 2 برضو سؤال لطيف طلب الله إذا كانت AB تقع على L1 وDC تقع على L2 بين إذا كان متوازين حاضر إذن أول شيء أنا بدي أساوي بدي أطلع معادلة L1 L1 من AB روح طلع لي متجه AB يا بني كيف بتطلع معادلة مستقيم معادلة مستقيم بكون متجه ونقطة أي نقطة يا A يا B ذكر الملاحظات بختار نقطة من النقطتين بكون متجه إما AB أو BA بطلع عامل مشترك إن كان وما طلعتش برضو صح ثلاث ملاحظات كانت اختار أي نقطة خد متجه AB أو BA وطلع عامل مشترك هو الأفضل وإذا ما طلعتش أكيد صح طيب AB يعني B ناقص A خمسة ناقص ثلاثة اثنين سالب الثنين ناقص واحد سالب ثلاث والصفر ناقص ناقص ستة هاي AB أعطيني معادلة متجهة لL1 R1 تساوي اختار أي نقطة الله بحب اللي يكون فيها الصفر أنا صراحة خمسة سالب الثنين صفر زائد T في اثنين سالب ثلاث ستة مش عامل مشتركوا خليه هاي الأولى تعال لا المعادلة الثانية الطو طلعني متجه CD C D يعني D ناقص C D ناقص C سبعة ناقص ثمانية سالب واحد سالب ثلاثة ناقص ناقص يعني واحد وستة ناقص ناقص يعني اثناش في شعام مشترك إذن L2 اللي هي عبارة عن R2 تساوي اختار واحد منهم ما فيه كل نفسه شي خد الدال يلا سبعة سالة ثلاث ستة زائد هنا خلنا T داخل لمدة لمدة سالب واحد واحد واثمعش رحكي لي بين اذا كانوا متوازين ام متخالفين ام متقاطعين صراحة متوازين لا كيف عرفتوا أستاذ اي بقسم له اثنين على سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب ثلاث مش متوازين اذا هم اولا ليس متوازين طب سات شو اكتب له بالوزارة قلوا لان معامل على المعامل اللي هي اثنين على سالب واحد لا يساوي سالب ثلاث على واحد اذا ليس متوازين بدي اشوف هسا بلكي يكونوا متقاطعان مش عارف هل هما متقاطعان ام لا بدنا نعمل حذف او طاويض طيب خلينا نبلش هيك بشغلات صفرية هاي الصفر انا بحب الصفر صراحة صفر زائد ستة تي يعني ستة تي ستة تي تساوي خدنا الزد صح زد خر الزد بالثانية ستة زائد اتناعش لمدة ستة زائد اتناعش لمدة اقسم كله على ستة يعني تي هاي على ستة ناقص اثنين لمدة على ستة واحد هاي معادلة رقم واحد المعادلة الثانية تساوي اكس بي اكس خمسة زائد اثنين تي خمسة زائد اثنين تي تساوي الخمسة زائد اثنين تي تساوي سبعة ناقص لمدة سبعة ناقص لمدة جيب ليها معاً بعض اثنين تي زائد لمدة تساوي اثنين هاي رقم اثنين طيب أضرب لي المعادلة الأولى أو الثانية بثنين شو رأك أضرب المعادلة الثانية بثنين أضربها بثنين بالله أربعة تي أضرب بثنين بثنين لمدة أضرب بثنين أربعة اجمع هاي بصير عندي خمسة تي تساوي خمسة إذا تي كم طلعت معاي تي تطلع واحد إذا تي تساوي واحد إذا لمدة مش هو أنا سميتها إذا لمدة تساوي إذا تي واحد تي واحد هاي ستة وصفر هاي واحد هاي ستة ويجيب هاي هون صفر نعم لمدة تطلع صفر شوف اللي هاي متقاطعين ام ماذا خلينا شوف البوينت من الاولى اذا تي تساوي واحد اذا البوينت حتكون تساوي اذا تي تساوي واحد هاي تي تساوي واحد هاي عبر عن اتنين وخمسة سبعة هاي سبعة اذا تي تساوي واحد سالب ثلاثة وسالب ثنين سالب خمسة سالب خمسة إذا تي تساوي واحد ستة هاي البوينت الأولى وإذا كانت اللمدى صفر هذا معناته البوينت مين هي؟ ارجع إذا صفر سبعة سالب ثلاثة ستة سبعة سالب ثلاثة ستة هاي تسويها وهي تسوي وهي مش متسوي إذن هما متخالفان ليس متقاطعان أول شيء بتحقق من التوازن أستاذ مش متوازيان بتحقق من التقاطع مش متقاطعان هما حتما وحسما متخالفان تمام فرع اثنين بقول لي إذا كانت تي نقطة لا تقع على أي من المستقيمين لا على هاي ولا على هاي جد إسقاط تي على الون حاضر إذن بده إسقاطها على الون أنا عندي تي هي النقطة مين هي تي هي عبارة عن واحد تسعة ثمانية وعندي الون هاي الون مثلا قلني هيك رسم عشوائي الون اللي هي ارون تساوي اللي هي الون خمسة سالب اثنين صفر خمسة سالب اثنين صفر زاء تي قوس اثنين سالب ثلاث سالب ستة اثنين سالب ثلاث ستة امتاز الاسقاط طلع شو بسوي الاسقاط اول اشي بسقط نقطة هون اسمها بي بي بكتبها بدلالة تي شو بصير معاي خمسة زائد اثنين تي سالب اثنين ناقص ثلاثة تي وصفر زائد ستة تي كتبتلك هي البونت بدلالة تي ثم بكول لك متجة اسمه بي تي هذا المتجة اسمه بي تي البي تي يعني تي ناقص بي هاي ناقص هاي اللي هي اربعة زائد اثنين تي هاي ناقص هاي سالب اثنين ناقص تسعة سالب احداش ناقص ثلاثة تي وهاي ناقص هاي اللي هي ستة تي ناقص ثمانية هلا هاي بي تي يعامد ال اذا بي تي يعامد المتجة اللي جوه ال يعامد مين يعني يعامد اثنين سالب ثلاثة ستة يعني الدت برودك كم بيساوي صفر طيب خلينا سواء هون بالله طيب هون اضرب هاي بهاي هاي بهاي ثمانية مدد يعني اضربهم ثمانية زائد اربعة تي هاي واحد ثم اضرب هاي بهاي اللي هي كم بصر عندي ثلاثة وثلاثين زائد ثلاثة وثلاثين صح وهون زائد تسعة تي هاي زائد تسعة تي اضرب هاي بهاي ستة وثلاثين تي ستة وثلاثين تي وهنا ناقص ثمانية اربعين ناقص اربعين ثمانية واربعين ولا لا ثمانية اربعين نعم عليه 48 طيب إخوانا بجمع لك إياهم بطلع معي 49T ناقص 7 تساوي صفري يعني T تساوي 1 على 7 بس عوض الواحد على 7 بتطلع معي البوينت عوض الواحد على 7 هنا وين البي بي البي هنا بعوض الواحد على 7 بصير عندي 2 على 7 وهاي 35 2 على 7 و 35 37 على 7 عشان ما أضيع وقت حاطيكي الأعداد جاهزة جاهزة الأولى بتطلع معي 37 فعلا الثانية بتطلع معي السالب 17 على 7 والأخيرة بتطلع معي 6 على 7 تمام أخوانا لطيف هذا هو آخر شيء بالمتجهات رح نبدأ طبعا لو طلب أقصر مسافة بس بحسب المسافة بين بي و تي بس بحسب المسافة بين بي و تي خلينا نشوف الآن آخر سؤال الخامس وهو أكيد احتمالات آخر شيء يلا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الخامس السؤال الخامس بحكي لي تقوم أدوية بدراسة الآثار الجانبية لتأثير دواء على الأطفال نشوفوا الأعراض الجانبية فإذا كان احتمال أن يتأثر الطفل 12% إذن البي إلى الآن ما بين معي إنها ذات الحدين ولا هندسي لسه في اليوم الأول أعطت الشركة الدواء لعشر أطفال ذات الحدين أعطاك عشر أطفال إذن فرع A X تتوزع ذات الحدين عشرة أطفال بوينت 12 فمحتمال أن يتأثر منهم اثنين على الأقل يعني B X أكبر أو يساوي اثنين الأحسن أخذ واحد ناقص B X يساوي صفر و B X يساوي واحد ممتاز يعني واحد ناقص B X يساوي صفر يعني عشرة صفر 12% صفر واحد ناقص 11% ثمانين ثمانية وثمانين قوة عشرة صح آآ زائد عشرة واحد اثنعش في المية قوة واحد وهنا عندي ثمانية وثمانين كلياته قوة تسعة يعني برضو هاي خليني بالله هاي الحسابات أستفيد من أني أنا حاسبهم هذا بطلع تقريباً 34% هذا الأولاني فرعباء B في رعبية بقول لي في اليوم الثاني بقيت الشركة تعطي الدواء حتى نتجة هندسي حتى نتجة يعني هندسي جوي مترك اتناعش في المية ما احتمال على الأقل ثمان أطفال يعني مطلوب مني ب اكس أكبر أو يساوي ثمانية يعني ما لش هي بدأ حسابات آه لا ليش بدأ حسابات بقدر أحول على القاعدة الجميلة القاعدة الذهبية أنا عندي إياها لو أن أنا عندي كم طفل عشرة أطفال أو ما لنها أطفال المهم ثمانية تسعة عشرة احداعش إلا ما لنها خود هي نفسها بي اكس أكبر من سبعة ولا لأ طبعا هذا يساوي واحد ناقص بي قوة سبعة يعني واحد ناقص بوينت اطناعش المية قوة سبعة يعني تساوي قديش هي تساوي تساوي تسعة وخمسة في المية تسعة خمسة في المية تس أعتقد هسا آخر فرع شو بحكي لي آخر فرع آخر فرع أخواننا هذا سؤال مهم صراحة سؤال مهم يضاهي سؤال وزاري قديم طلب الله تقدم ألف طالب إذن عدد المتقدمين عدد المتقدمين يساوي ألف طالب فاتخذت علاماتهم توزيعا طبيعيا اعترف أنه احنا في درس التوزيع الطبيعي بوسط حسابي تتوزع نورمل ستين والوسط الحساب والتباين خمسة وعشرين يعني خمسة تربية جد عدد الطلاب وأنه حكينا دايما عدد الطلاب تساوي الفئة المحتملة احتمال الفئة ضرب العدد الكلي بده عدد الطلاب اللي يحصلوا على ثلاثة وستين سبعين بطلع احتمال ثلاثة وستين سبعين وبضربه بالألف يعني أول شيء بقوله بي ستين ثلاثة وستين أقل من اكس أقل من سبعين دحسب هذه الاحتمالية طبعا بكون هنا مش على قاعدة التجربية بكون معطيني جدول وأنا الجدول معطيكم يا بكون والوزارة بكون معطيك يا بوكس صغيريك هذا بصير معاي ستين ثلاثة وستين ناقص الوسط الحسابي ستين والانحراف المعياري خمسة أقل من زد أقل سبعين ناقص ستين كله على خمسة تساوي بي زد طيب هنا عبارة عن ثلاثة على خمسة ستة بالعشرة وهون عندي عشر على اثنين اثنين حلو إذن بدنا بي زد أقل من اثنين ناقص بي زد أقل من ستة بالعشرة الأقل من اثنين خلنا نجيب الجدول بالله أقل من اثنين اللي حكينا سبعة وتسعين تسعة سبعة سبعة اثنين ناقص الستة بالعشرة الستة بالعشرة اثنين وسبعين سبعين اثنين وسبعين وسبعة وخمسين حلو هسا اطرحلي إياهم هذول اطرحلي إياهم وشوف لي كم بطلع الاحتمالية وبعدين بطلع لك عدد الطلاب إذن هذا الاحتمالية تساوي 0.9772 ناقص 0.7257 تساوي 0.2515 منها عدد الطلاب تساوي العدد الكلي للطلاب ضرب الاحتمال اللي هي 0.2515 ضرب 1000 طالب تساوي 251 يعني تقريبا 250 نيلة وخمسين طالب تمام اخواننا الله يعطيكم العافية جميعا محبكم مهر ضمراء بتمنى لكم ان شاء الله الخير وان شاء الله تعالى يا ربي الايام الجاية ضحكة كبيرة وهيكا ابتسامة وان شاء الله انا تبسمك قبل ما تخلص الفيديو ان شاء الله تعالى وعلمات علي ربي يجبر بخاطركم ويرفع شأنكم وبيض وجهكم ووجهنا وان شاء الله تعالى نحو القمة ان شاء الله تعالى بنتظر منكم ان شاء الله تعالى يعني فال الحسن ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه وانتوا اهل الخير تمتم سالمين وحبكم مهر ضمراء السلام الله تعالى